قال وان واند هاو إنه في السنوات الأخيرة وسعت الصين باستمرار مناطقها المفتوحة وزادت من سهولة الوصول إلى الأسواق وقد تم تخفيض القائمة السلبية للوصول إلى الاستثمار الأجنبي من 93 بندن إلى 33 بندن كما تم تخفيض القيود المفروضة على نسب الأسهم الأجنبية في صناعات السيارات والمالية والضمانات وفي الوقت نفسه تم تعزيز إنشاء 21 منطقة تجارة حرة تجريبية وبناء ميناء خينان للتجارة الحرة بجودة عالية ومعايير مرتفعة قد قمنا بتسري عملية تعزيز الإنفتاح المؤسسية وأنشانا وحسسنا العاليات المؤسسية المتوافقة مع أشكال ونماثج تجارة الجديدة بما في ذلك التجارة الإلكترونية عبر الحدود كما قمنا بتفع إستار قانون الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية ولبائح تنفيذ ذات سلة على أساس القواعد الدولية وتعزيز تعرير وتسهيل التجارة والاستثمار وقال ووانتهاو إن الخطوة التالية في إطلاق العنان للدورة المحلية سيتم تعزيز الاستهلاك التقليدي وتطوير الاستهلاك الجديد وترقية منصات الاستهلاك وتحسين شبكات التداول وتقوية كيانتها كما سيتم الحفاظ على استقرار أساسيات التجارة الخارجية والأسلمال الأجنبي وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار الحزام والطريق وتعزيز التكامل بين التجارة الداخلية والخارجية وبناء منصة مفتوحة رفعة المستوى وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف والثنائي ترجمة نانسي قنقر